ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في الجنة ايها الاحبة سيكون شغلك الشاغل هو السعادة والمتعة والتسبيح وحمد الله سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهي الانفس وتلذل اعين كل المتعة التي تتصورها ولا تتصورها موجودة في الجنة هذا هو جزاء الصابرين في الدنيا في الجنة ايها الاحبة لا يوجد شقاء لا يوجد زمهرير لا يوجد خوف لا يوجد حزن كل ما في الجنة هو متعة هو سعادة هو لذة النظر الى وجه هذا الاله العظيم سبحانه وتعالى هذه النعم سيحرم منها الملحدون الذين ينتقدون القرآن هل تعلمون ماذا يقولون طبعا احد انواع المتعة في الجنة ان في الجنة ازواج مطهرة عكس ما يدعيه اولئك الملحدون الذين لا يفقهون شيئا حقيقة الله عز وجل منذ ان انزل سيدنا ادم قال له وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وزوجك اذا في الاسلام لا يوجد انحراف لا يوجد زنا لا يوجد متعة خارج الزواج الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى فانت في الدنيا لك زوجة في الآخرة لك زوجة ايضا انت تستمتع في الدنيا ضمن هذا الزواج في الآخرة كذلك اذا ليس كما يدعي المشككون ان محمدا عليه الصلاة والسلام وعد المؤمنين المغفلين كما يقولون بالحور العين وبالنساء وبالجميلات والى اخرين وبالمتعة الجنسية لا متعة جنسية لا يوجد في الجنة يوجد لذة النظر الى الله يوجد ازواج مطهرة الزوجة المطهرة في الجنة ايها الاحبة التي هي جزء من هذا الشغل جزء من شغلك في الجنة الزوجة المطهرة الفاكهة في شغل فاكهون هم وازواجهم اذا اين المتعة الجنسية التي تدعونها هذا السؤال للمشككين الذين يقولون ان طبعا هناك تفاسير كثيرة لهذه الآية احد هذه التفاسير ان المؤمنين منشغلون بالحور العين ولكن هذه الحور العين هي ضمن اطار الزوجية يعني هم يأخذون كلمة من الآية وينسون الآية التالية هم وازواجهم نقول لهم افهموا رجاء لا تنتقدوا القرآن قبل ان تفهموا ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم ومن نساء غريبات لا نساء من نوعية مثلا والعياذ بالله لا هم وازواجهم فاذا كانت زوجتك في الدنيا صالحة ستكون هي في الآخرة ايضا زوجتك ستكون من الحور العين ايها الاحباء طبعا هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة انا الذي يهمني انك ايها المؤمن ينبغي ان تتأمل هذه الآية ان تحفظها حقيقة هذه الآية في سورة ياسين لانها حقيقة تريح النفس الدنيا مليئة بالمعاناة ايها الاحباء مليئة بالمشاكل والهموم مليئة بالنكد احيانا نكد الازواج على بعض في الجنة سيختفي هذا الامر ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون منشغلون بالفاكهة هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ما هو القول الذي يردد عليهم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سبحان الله يعني هذا الرب الرحيم سيلقي برحمته وسلامه عليهم سيكون لسان حالهم الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وسيكون السلام محيطا بهم إذن السلام هو أحد عناصر انشغالك بالجنة سيكون سلام قولا من رب الرحيم ليس كما يدعيه هؤلاء فعلا المساكين الذين كل همهم الجنس والمتعة الجنسية والمتعة الدنياوية الزائلة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أي منشغلون بالفاكهة ومتع الجنة هم وأزواجهم إذن العلاقة هي علاقة زوجية علاقة زوجية في الجنة وليست علاقة شاذة كما يعني للأسف الملحد انظروا إلى التناقض أيها الأحبة الملحد بالنسبة له العاهرة مهنتها شريفة هكذا ينظر لها يقول من حقها أن تستعمل مثلا نفسها أو جسدها وتبيع لمن يشاء وكذا هي حرة وهذا أحد حقوق الإنسان يعني كما يقولون ثم يدعون أن في الجنة هناك شذوذ جنسي ولا ياذب الله والآية الصريحة الآية الصريحة تقول هم وأزواجهم إذن أيها الأحبة رجاء عندما يستمع أحد إلى كلام الملحدين أنا تأتيني رسائل كثيرة حقيقة فعندما تستمع إلى كلام ملحد ينبغي أن تقرأ القرآن قبل أن تصدقه افتح القرآن سهل القرآن موجود افتح وقرأ وتأمل وتدبر ودقق كل كلمة في القرآن لأن كل كلمة لها معنى ما دام الله سبحانه وتعالى يقول إن في الجنة أزواج ومطهرة إذن ليس هناك شذوذ جنسي ولا غير جنسي وليس هناك متعة خارج إطار الزوجية إذن انتهى الأمر فالله عز وجل لا يرضى الفاحشة في الدنيا ولا يرضاها في الجنة في الدنيا لا يرضاها كيف يرضاها يوم القيامة في الجنة التي هي مكان طاهر إذن أحبتي في الله هذه الآيات أنا أنصح بحفظها وقراءتها وبخاصة عندما تشعر بنوع من الخوف تريد أن ينزل عليك السلام سلام قولا من رب الرحيم عندما تكون قلق حالة القلق أحيانا يمر بها الإنسان يعني أنا أعتبر هذه الآيات علاجا للقلق ولكن بشرط أن تقرأها بخشوع وتدبر وتأمل وتتأمل كل كلمة وتكرر وبخاصة سبع مرات رقم سبع له أثر مهم حقيقة يعني تكرر هذا النص القرآن سبع مرات فستشعر براحة نفسية غامرة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر